هندس طار عيزة رئيس شركة أبو زعب للصناعات المتخصصة مصنع 300 حربي أنا برحب بك يا فندم على شاشة أكس جينيو صباح الخير صباح الخير أحنا بحضرك وأحنا بصباح طبعا يعني مصنع 300 حربي التابع لشركة أبو زعب للصناعات المتخصصة أحد أهم الافتتاحات اللي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي سنة 2020 لو تكلمنا مع حضرتك عن أهم القطاعات الموجودة أهم الانتاجات اللي بيشمل هذا المصنع حقيقة هو تم افتتاح مصنع 300 حربي في 17-22 وده كان بتشريف سيد رئيس الجمهورية والقيادة السياسية وده كان له الأثر الكبير في نفوس العاملين حتى بالمصنع في أن دههم دفعة قوية لأنهم يستكملوا في أعمال الصناعات هنا المصنع هنا بيتكون من أربع قطاعات رئيسية لتصنيع الأسلحة الصغيرة والمتوسطة وزخائرها والبوادق والمفاجرات العملة المصرية والمهندسين اللي شغالين هنا كله مصريين كله مصريين أفنى كله كله أفنى 100% وأعتقد أنه هو كمان دايما بيتقال أنه هنا المهندسين والعملة اللي شغالة بيتم تدريبهم على أعلى مستوى بأعلى كفاءة هو بيتم تدريب أو في خطة للتدريب عندنا هنا موضوعة بعناية لتدريب سواء العاملين أو المهندسين وعلى سبيل المثال إحنا لم نجيب حتى نتعاقد على أي معدة من الخارج لازم نطلع مهندسين وفنيين فيها علشان يجوا يبقوا قادرين على الإنتاج بأنفسهم وليس بأيدي أي أحد آخر أو مساعدة أحد آخر طب لو قررنا المنتجات الموجودة هنا في المصنع مقارنة بالسوق الخارجي نقول يعني المنافسة أخبارها إيه؟ إحنا فيه شقين الفندم عندنا فيه شق مدني وفيه شق عسكري منسبة للشق العسكري هو لا سمحية فيه لازم يطلع المنتج برزة 100% لأن إحنا عندنا خطوات للجودة بالتام على هذا المنتج تبقى للمواصفات العالمية وقياسية الموجودة على أي منتج إحنا بننتجه إحنا عندنا كمان الرشاش المتعدد أو المنتج برضو مصري 100% بسواعد وعقول مصرية تم إنتاجه أيضا من هذا المكان تمام تفاصيل أكتر برضو عن الموضوع؟ إحنا الرشاش المتعدد كان تم ابتدى بفريق بحسي فريق بحسي متكامل من مهندسين وفنيين الحمد لله تم وضع الخطة البحسية وتم اتخاذ إجراءات لأن إحنا نحدد الخامات بتاعته والأصناف والقياسات وتم تجربته على أو تشغيله الأول على المعدات الخاصة بالمصنع والحمد لله تم استكماله وتم تجميعه ولكن إحنا إن شاء الله في المرحلة اللي جاي إحنا شغالين في الماس برو دكشن إن شاء الله لإنتاج كمي كمان إحنا عندنا الإنتاج الوفير والدقيق إحنا عندنا مكينة الـ CNC على ما أعتقد دي اللي بتوفر إنتاج عالي الدقة إحنا يا فندم المصنع هنا بيمتلك بيت 77 مكينة من مكينات CNC وده عدد ضخم جدا وده لسبب إن إحنا دخلناه في كل المنتجات والصناعات بتاعتنا بمعدات CNC من ضمن المواصفات بتاعتها إنها بتطلع منتج عالي الدقة بدون أي أخطاء تماما ورغم ذلك إحنا بنقيس الجودة بتاعتنا وبنعمل القياسات بتاعتنا على المنتجات بنسبة 100% ويمكن ده بيأتي كمان في إطار دايما حديثك في كل حوار إن إحنا مهتمين جدا إن إحنا نفعل منظومة الثورة الصناعية الرابعة في خطوط الإنتاج إحنا حاليا يعتبر أول مصنع من مصنع الإنتاج الحربي ليطبق منظومة الثورة الصناعية الرابعة إحنا فعلا شغلين ده وقت في إحدى خطوط الإنتاج والحمد لله مشين بخطوات تبقى للمخطط وقريبا بإذن الله هيتم إعلان التطبيق الثورة الصناعية الرابعة على أحد خطوط الإنتاج استعدادا إن شاء الله لتعممها في المصنع بالكامل